الشيء الأول من السؤال هو خاص بالسلع التي مذالت حتى الآن موجودة في المواني ما الجديد بشأنها خاصة أنها كلفت الدولة المصرية من خلال كمية من الدولارات تم شراء هذه المواد لا يستوردوها عاوزين يأخذوها ولا في أي حل حتى هذه اللحظة هل هناك رؤية لدى حضرتك و لدى الحكومة للتعامل مع تكدس هذه السلع إن كانت بالفعل بهذه الكميات كما يقال السؤال الشق الثاني هو حول مسألة الرقابة يعني هو نقطة مهمة هو الحديث جميل والسادة المصنعين والتجار كلام رائع جدا و حضرتك قررت هذا الموقف الإيجابي لكن المواطن يحتاج أيضا إلى مزيد من الرقابة يستشعرها في الشارع إذا ما ذهب للحصول على هذه السلع الضرورية يجدها بالفعل قد هي في المتناول هل هناك في معاد محدد يمكن أن نعلنه للسادة المواطنين حول بعض السلع الاستراتيجية الضرورية أن تكون بسعر مناسب في مدى زمن محدد طيب خلينا أكلم مع السلع بس عشان حضركم تبعوا عارفين إحنا حتى هذه اللحظة منذ بدء الإجراءات الإصلاحية إحنا أفرجنا عن سلع بأكتر من 8 مليار دولار أنا بس بقولها لحضراتكم فالنهاردة اللي بقى موجود في المواني تقريبا نقدر نقول أن أغلب الحاجات اللي كانت متعطلة بسبب عمدا متوفر الدولار خرجت إنما يمكن زي ما كنت قلت في مؤتمر سابق أن في بعض التأخر والتلكق من بعض أصحاب الرسائل إن هم يخرجوها فإحنا كاننا الحقيقة في وقت الأزمة القانون عندنا قانون الموجود بيقول إن في خلال شهر طالما الدولة مش مسؤولة عن التأخير اللي حصل لو في خلال شهر المستفيد ما خرجش البضاعة بتاعته بنبدأ إجراءات المصادرة والبيع لصالح الدولة هذا الموضوع كنا وقفناه وقت الأزمة الاقتصادية لأن طبعا كان كل المستوردين بيشتكوا إن الدولة مش قادرة تدبار للدولار فكانت الحاجة بتيجي وبتعود بفترات أطول وإحنا الحقيقة بناء على طبعا إدراكنا لهذه الأزمة إحنا كنا عطلنا هذه المادة اعتبارا من واحد أربعة إحنا رجعنا هذا الموضوع عشان بس تبقى الأمور واضحة فأنا بتابع باجتماع آخر بنتابع في موضوع الإفراج من المواني إن النهاردة أي بضاعة طالما إن التأخر مش بسبب أي جهة حكومية أي بضاعة حتوصل مدتها أو تتجاوز الشهر يتم اتخاذ الإجراءات ضدها فورا بحيث إنها تصادر وبتتاخذ بالإجراءات بقى إنها بتتبع لصالح الدولة بالمزادات بقيا كان الإجراءات اللي بتتخذ وده حيبدأ يتاخد ساهم عشان يبقى الأمور واضحة عشان ما نأخرش حاجة لأن طالما إن أنا دبرت التمويل وخلصت كل إجراءاتي ما تتسبش البضاعة في المواني على زي ما كنت قلت يمكن على بعض الممارسات إنهم يقولك لأ سيبها شوية عشان على أمل إن الدولار يمكن ينزل أكتر فاكسب أكتر الموضوع ده خلاص وبدأ فعلا من واحد إبريل عودة التطبيق ومعنى كده إن لو في أي بضاعة عد عليها واحد مايو وكانت الإفراجات تمت والمستفيد هو المتلكة حنبدأ ناخد ضدها على طول كل الإجراءات أنا بس بأكد هذه النقطة الموضوع الآخر للرقابة تاني أنا بأكد إحنا النهاردة بنتابع بقى عندي النهاردة أسعار واضحة جدا لكل السلع أنا بكلم هنا على السلع الأساسية طيب عندي وموجودة في السلاسل وبنتابع وعند التجار واتحاد الغرف بيبعت لنا كل إسبوع السعر بقى موجود قد يمركز المعلومات بينزل وبيحصر بقى معروف متوسطات أسعار السلع طيب أنا بقولها بمنتهى الأمانة طيب هل أنا حبقى عندي القدرة إن أنا أنزل على مئات الألاف من المنافذ والمحلات علشان أشوفها في وقت واحد وأتأكد إن هم بيبيعوا كدولة وقدرات دولة مش هنقدر نعمل الكلام ده لوحدنا عشان كده أنا بهيب بالمواطن النهاردة الأسعار بقت واضحة وبقت معروفة طيب لقيت فيه مكان بيبيع بأسعار أعلى من كده بكتير حضراتكم بلغونا أنا بقول بلغونا في عندنا الأماكن اللي بيتم الإبلاغ فيها جهاز حماية المستهلك جهاز حماية المنافسة هنا في مجلس الوزراء في كل الوزرات موجودين عشان ناخد ضدها الإجراء الفوري أنا حدي على سبيل المثال يعني اتبعت لي بدون ذكر أسماء اتبعت لنا شكوى من أحد المواطنين تم رصدها على وسائل التواصل الاجتماعي كلام ده مبارح مبارح إن في أحد السلاسل منزل بعض السلع بأسعار أعلى من الأسعار اللي اتفقنا عليها في المبادرة وكاتب عليها إن بيتم التخفيض في إطار المبادرة بتاعت الدولة بينما حطت أسعار عالية على طول تم مخبط اتحاد الغرف وكان التوجيه ليهم الأسعار دي لو ما تغيرتش السلاسل دي كلها هتقفل هاخد ضدها الإجراء إنها تتقفل طالما إنه هو ما نزلش الأسعار الكلام ده بمجرد ما حصل هذا التواصل تم التعامل معاه وغيروا الأسعار ونزلوها طب أنا مش هقدر إن أنا كدولة أبقى شايف بعناية كل حاجة هشوف إمتى لما المواطن يبعت لي ويقول لي بص المكان ده بيبيع بطريقة أعلى هقدر أنا ساعتها أخذ الإجراء الفوري لهذا الموضوع عشان كده أنا بقول للمواطنين برضو ساعدونا في هذه المرحلة أي منافس بحتلقوها بتبيع بأعلى من الأسعار المتدولة ومتوسطات الأسعار بلغونا فورا عشان ناخد ضدها الإجراءات